فيها قاعدة حميميم التي يتخذها الروس ركيزة لوجودهم العسكري في سوريا ليس هذا وحده ما يمنح اللاذقية أهميتها كمدينة ساحلية سوريا ففيها أيضا أهم موانئ البلاد ميناء اللاذقية، الميناء التجاري الأول في سوريا وعماد الحياة الاقتصادية في المدينة المرفأ الذي دخل الخدمة عام 1950 تمت توسعته مرتين الأولى عام 1956 والثانية عام 1984 تبلغ سعة تخزين مرفأ اللاذقية حوالي 620 ألف حاوية موزعة على 23 رصيفا هو شركة عامة تتبع للحكومة السورية ويقع على مساحة واسعة من الوجهات البحرية للمدينة ويعتبر هذا واحدا من أبرز عيوبه يتم عن طريقه استيراد وتصدير معظم حاجات البلاد غير النفطية حصرا صحيح أن هذه العمليات تراجعت خلال أزمة البلاد لكنها مستمرة وأن بحدودها الدنيا لكن بالمحصلة ظل لسنوات بعيدا عن أي حوادث أمنية ولأن روسيا استحوذت على عقد تشغيل ميناء ترطوس لمدة 49 عاما تحديدا عام 2019 سعت منافستها إيران للحصول أو منافستها إيران للحصول على موطئ قدم في مرفأ اللاذقية فكان حديث للحكومة السورية عام 2019 عن إمكانية تأجير محطة الحويات في مرفأ اللاذقية إلى طهران لكن هذا العقد لم يرى النور ومددت الحكومة العقد الموقع مع شركة سي أم إي الفرنسية التي تديره منذ عام 2009 عين إيران إذن على المرفأ رغم أنها لم تحصل عليه وهذه اتهامات طالتها ووضعت المنشأة في عين الاستهدافات الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل ولا تعلن عنها أولاها وقعت في السابع من ديسمبر الجاري عند الفجر تقريبا عندما استيقظ سكان اللاذقية على أصوات انفجارات استمرت لدقائق عدة حيث استهدفت صواريخ إسرائيلية قادمة من البحر ساحة الحويات هناك والكلام لوكلة سنة التي أكدت أن الحويات المحترقة تضم مواد غذائية فيما أشار المرصد السوري إلى أن القصف استهدف شحنة أسلحة تخص إيران مرى عشرون يوما تقريبا وكان هذا المشهد من مرفأ اللاذقية فسيناريو تكرر في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري عند الخامسة والثلث فجرا قصف صاروخي قادم من البحر المتوسط كان الأعنف من المرة الماضية استمر قرابة عشرين دقيقة واستهدف ساحة الحويات مرة أخرى ومرة أخرى تتهم دمشق إسرائيل التي تصمت بدورها وتترك الحديثة للصفوف الخلفية لتحذير إيران من استخدام المرفأ لتمرير شحنات أسلحة تخصها يحدث هذا كله إن لم يكن على مرأة الروس فعلى مسامعهم وهم الذين يتمركزون هنا في قاعدة حميميم العسكرية التي تبعد عن مرفأ اللاذقية قرابة عشرين كيلو مترا الروس يرفضون علنة الضربات لكن خلف الأبواب المغلقة تتحدث الأنباء عن تنسيق بينهم وبين إسرائيل لتجنب إصابة أهداف تخص روسيا بالخطأ كما حدث عام 2018